السلام عليكم أنا محمد غنايم سؤال بسيط ما أغلى ما تملك الآن؟ مساعده المال؟ الصحة؟ العائلة؟ ربما؟ مع الأسف يا صديقي هذه ليست أغلى ما تملك فما الفائدة منها إذا يعني لا تملك الوقت لتتناعم بها فأغلى ما تملك هو الوقت لذلك هذه نصائح لا بد أن تستمع لها قبل سن الثلاثين سنخبرك إياها أنا وضيف العزيز شخص هادئ في طبعه مؤثر في كلامه طيب في خلقه الأخ العزيز بدر العلوي أهلا وسهلا بك بيننا السلام عليكم يا هلو والله بمتابعين محمد غنايم اليوم راح أتشرف بتقديم هذه الحلقة مع دكتورنا الحبيب وأنا كشخص على مشارف الدخول لسن الثلاثين فهذا موضوع جدا مناسب لي فإن شاء الله أنا راح نفيدكم ونقدم لكم أشياء تستمتعون فيها النقطة الأولى مهمة جدا سامح نفسك قبل أن تصل لسن الثلاثين عندما تتقبل نفسك تتقبل شكلك تتقبل مشاكلك تتقبل ظروفك عندما تتقبل كل هذه الأشياء تستطيع التفكير بوضوح يا صديقي وقتها نحن بشر الخطأ من فطرتنا الله سبحانه وتعالى يقول وخلق الإنسان ضعيفا قال الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم يعني نحن نخطئ ونذنب يعني نخطئ ونفشل فيجب أن لا تهدر ثانية واحدة في لوم ذاتك إذا تقبلت نفسك وتقبلت فشلك ستفكر حينها كيف تنجح بدل أن تفكر كيف فشلت فسامع نفسك واستغفر الله وتوقف عن لوم ذاتك وابدأ بالعمل وإذا بدأت يا صديقي بالعمل فيجب أنك تبحث عن شغلك وعن المجال اللي تحبه مش عن المجال اللي يحبه الآخرين عمر العشرين بالذات وعمر التجربة مش عمر اتخاذ القرار النهائي قليل جدا من الناس اللي يكونون مدركين للشي اللي حابين أنهم يسوونه أو يتخصصون فيه قبل ما يدخلون في سن العشرين فحشان كذا فترة العشرين هين مفروض تكون أكثر فترة تستكشف فيها ذاتك الفترة اللي راح تجد فيها رغباتك تتغير واهتماماتك تتغير أحيانا اهتماماتك حتى ممكن تطلع عن المجال الدراسي اللي قد تكون تخصصت فيه مسبقا اليوم إحنا نقدر نستكشف أي مجال من خلال التعلم الذاتي إحنا الجيل محظوظ جدا عبنا أكبر وأهم أداة تعليمية مرت على البشرية أن الإنترنت بضغطة زر تقدر توصل لأي معلومة وتقدر تتعلم أي مجال وأي مهارة تريدها لا تعتمد على دراستك ووظيفتك فقط اصنع لنفسك خطة بديلة تعلم شي جديد مفيد تعلم تصميم تعلم برمجة تسويق تجارة تداول أو حتى تعلم حرفة مثلا لازم تكون عندك مهارات ثانية غير دراستك مهارات ومجالات قد تساعدك أنك تصنع مصدر دخل إضافي وممكن تنقذك وتصير مصدر دخلك الرئيسي لما ظروف الحياة تصعب عليك وممكن بكل بساطة أنك تحبها أكثر فتحترفها أكثر وبالتالي تصير مع الوقت هي مصدر دخلك الرئيسي فاستكشف ذاتك أكثر استكشف الأشياء اللي تحبها هذه أكبر فرصة عندك وانت بهذا العمر وعشان تتعلم أكثر لازم تسافر قبل سن الثلاثين سافر فأنت لست شجرة كلام سهل لا أقصد بالسفر طبعا ما يأتي على بالك من مصاريف إلى آخره ممكن أن تسافر لتحصل على المال لا تصرفه مثل السفر للعمل الفرص التي تتوفر لديك قبل سن الثلاثين أكثر من بعد الآن ممكن أن تسافر بأكثر من طريقة مجانية أقرب مثال المنحة التعليمية السفر يسقل في شخصيتك أمور كثيرة الشافع يقول رحمه الله تغرب عن الأوطان في طلب العلى وسافر ففي الأسفار خمس فوائد تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وأداب وصحبة ماجدي كل هذه الفوائز ستأخذها بالسفر سبحان الله حتى هرمونات جسدك تتغير بالسفر فما بالك باهتماماتك وما يرفع عنك السفر في دراسات كثيرة يحمل جسم من أمراض كثيرة وخصوصا النفسية لذلك قبل سن الثلاثين حافظ على صحتك وجسدك نشوف شخص في العشرينات من عمره وتحس كأنه شخص في الأربعين ليش؟ اهتم بنفسك حافظ على صحتك وجسدك مارس الرياضة ما لازم تكون الرياضي الخارق وما لازم كل يوم تروح للصالة الرياضية لكن على الأقل امشي يا أخي وإن شاء الله أنك مع الوقت راح تتشجع وتسوي تمارين أكثر وتمارس الرياضة أكثر وأكثر لكن على الأقل امشي تحرك الفايدة اللي بتحصلها مش فقط فايدة جسدية تذكرون عبارة العقل السليم في الجسم السليم؟ عبارة كنا نسمعها كثير وإحنا صغار وناخذها يعني كشي مسلم ما كنا نفكر فيه كثير حتى لكن صدقوني يا جماعة الخير أن هذه العبارة من أصدق العبارات اللي ممكن تمر عليك في الحياة أنا أكلمك من تجربة الفترات اللي أكون ملتزم فيها بالتمارين والرياضة هي أحسن الفترات في حياتي هذا الوقت اللي دائما بتحصلني فيه مزاجي ممتاز وعندي طاقة وإيجابية ومعدل إنتاج يرتفع عندي بشكل كبير وطبعا مع الرياضة لازم يجي تنظيم الأكل ما لازم تحرم نفسك وتقسو عليها لكن حاول تتعلم في هذه الأمور حاول تعرف نوعيات الأكل ومكوناته حاول تعرف شو هو البروتين شو هي الكربوهايدرات شو هي الدهون حاول تعرف كيف تحسب السعرات الحرارية وبصحة جيدة قبل سنة الثلاثين ابدأ بالتفكير بالزواج لذلك اختر شريك حياتك بحكمة اختيار الشريك أيها الأحبة من أهم القرارات التي أخذها الشخص في حياته لماذا يجب أن يكون هذا القرار قبل سن الثلاثين لأنك بعد الثلاثين بدون ارتباط أو زواج ستشعر بالوحدة جدا الزواج من معجزات الله عز وجل يقول الله سبحانه وتعالى ومن آياته يعني من معجزاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة يجب أن يكون هذا الشريك مثالي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير متاع الدنيا الزوجة الصالحة فالأولى مهما كان عمرك الآن أن تدعو الله عز وجل في كل صلاة بأن يرزقك الزوجة الصالحة أو يرزقك الزوج الصالح فالزواج رزق وكن حكيما عندما تبحث أو تبحثين في ميزات زوجك تأكد أن يكون القرار مبني على المعيار النبوي يعني المال الجاه الجمال الدين وأخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نأخذ ذات الدين تطيب حياتنا قبل سن الثلاثين لا بد أن تفكر في معجزة الله ألا وهي الزواج وإذا لم تجد الشريك المناسب أو لم تجد الشريك المناسب لا مشكلة نحن لسنا في سباق من سيتزوج أولا السيدة خديجة رضي الله عنها تزوجت بأفضل أزواجها وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وهي في الأربعين من عمرها الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج وهو في الخامسة والعشرين في وقت كان يتزوج فيه شباب في الرابع عشر والخامس عشر من عمرهم فلا تحزن ولا تتعجل ولا تلتفت المهم أن تحسن الاختيار الأمر آخر يجب أن تفعله قبل سن الثلاثين هو أن تضع نفسك أولوية هذه مش أنانية فيه إحساس داخلي عند بعض الناس بلوم النفس لما يختارون نفسهم ويضعونها أولوية ومحدثكم واحد من الناس اللي كان ولا زال إلى حد ما يعاني من هالمشكلة الحمد لله أن ما فيه أشخاص كثير حوالين عشان يستغلون هالشي اللي ممكن نعتبره نقطة ضعف قد تأثر عليك في حياتك بشكل كبير فبعض الناس لما يلقي نظرة على وقته وحياته يحصلها ضاعت فيه إرضاء فلان والركض وراع اللان ومحاولة إرضاء زملاء أو أصدقاء أو عائلته والناس اللي حوله هني لازم الإنسان ياخذ لحظة ويفكر لازم يعيد ترتيب أولوياته ويتساهل عن الأشياء اللي يضيع وقته وتستهلك من طاقته هل وقته وطاقته هذي تصب في مصلحته ولا قاعد يضيعها على الآخرين بدون مبرر صح الواحد لازم يكون خدوم ومساعد ويحب الخير خاصة لأهله والناس اللي قريبين منه لكن مش على حساب نفسه أبدا مش على حساب نفسه ولازم يكون فيه أخذ وعطاء في أي علاقة فإذا أنت حصلت نفسك فقط قاعد تعطي دايما فلازم تعيد حساباتك وترتب أولوياتك وعلاقاتك والأولوية المطلقة دايما لازم تكون نفسك والنقطة الأخيرة اللي نعتقد أنك لازم تسواها قبل سن الثلاثين أن تجعل لنفسك طاعة معينة لا تتركها صدق معينة كل جار حتى لو كانت بمبلغ قليل صلاة ركعتين قبل النوم أو في الضحى شيء يسير ولكن تداوم عليه حتى تكون في السبعة التي يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله وجاء منهم شاب نشأ في طاعة الله فأنت في العمر قبل الثلاثين لغويا تسمى شاب هذه الطاعة والعبادة الخفية التي تداوم عليها سينعكس بها توفيق الله عليك في حياتك وستكون بلغة العامة حينها محظوظ جدا كل شيء تدخل به موفق به سيشاهد الناس توفيق الله عليك وهذا سييسر حياتك يعني حتى لو كنت تفعل الذنوب كلنا نذنب ولكن نحن نعلم أن الحسنات تذهب السيئات في النهاية أشكركم على مشاهدتكم وأشكر أخي العزيز بدر على مشاركته أيضا وقمنا بعمل مقطع آخر على قناته وضعت لكم الرابط في الوصف اذهبوا وتفضلوا وشاهدوه ومتم في أمان الله